السلام عليكم أحبائي نلتقي اليوم في درس جديد في التربية الحسية الحركية وعنوان درسنا هو الحيوانات الداجنة هيا يا أحبائي لنبدأ الحيوانات الداجنة هي الحيوانات التي يتم تربيتها في المنازل ويتم الاعتناء بها مثل الحصان، الطاوس، الكلب، الدجاج وغيرها ومن بين الحيوانات الداجنة سنتحدث اليوم عن البقر تعد البقرة من الحيوانات المجترة أي تقوم بمضغ الطعام بعد بلعه يسمى صغيرها عجلا وذكرها يسمى ثورا وتتميز بقرونها الكبيرة ويستفيد الإنسان من الأبقار من حليبها ولحمها وجلدها وتقوم أيضا بأعمال عديدة مثل حرط الأرض وتربى الأبقار في المراعي الخضراء ومسكنها يسمى حضيرة الآن يا أطفال نمر لأول نشاط والسؤال هو أصل البقرة بما يناسبها هيا لاحظوا جيدا نبدأ بالحليب ومشتقاته هل الحليب علاقة بالبقر؟ نعم بالطبع فمصدر الحليب هو البقرة ننتقل للبيض هل للبيض علاقة بالبقر؟ لا بالطبع يا أطفال ليس له علاقة فمصدر البيض هو الدجاج وليس البقر والماعز هل له علاقة بالبقر؟ لا بالطبع ليس له علاقة ننتقل الآن للعجل هل له علاقة بالبقر؟ نعم بالطبع فهو صغيرها أحسنتم يا أطفال أحسنتم يا صغار انظروا لقد صلت البقرة بالحليب ومشتقاته لأنها هي مصدره وصلتها بالعجل لأنه صغيرها أحسنتم نمر لآخر نشاط والسؤال هو أضعوا هذه العلامة تحت مسكن البقرة هيا فكروا يا أطفال أين هو مسكن البقرة؟ نبدأ من اليمين هل مسكنها هو الإصطابل؟ أم الحضير في الوسط؟ أم هذا البيت الصغير الموجود على اليسار؟ هيا فكروا أحسنتم يا أطفال مسكن البقرة هو الحضيرة أما الإصطابل على اليمين فهو مسكن الفرس والبيت الصغير على اليسار فهو مسكن الكلب أحسنتم وبهذا يا أحبائي نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم أقول لكم إلى اللقاء في أمان الله أحبكم ترجمة نانسي قنقر